إذن مصار نزاع صد النهضة يشهد تغيرات متلاحقة وبيانات متباينة لكن المؤكد أن جلسة مجلس الأمن يوم الاثنين المقبل بعد بكرة في موعدها الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك بناء على طلب مصر ورغم مشاركة مصر بالأمس في القمة الإفريقية برعاية الاتحاد الإفريقي الجلسة ستكون مفتوحة سيتحدث فيها الأطراف الثلاثة والوزير سامح شكلي طبعاً هيكون موجود بالتالي كونفرنس حصلين بارح بالأمس أعلنت مصر والسودان بعد قمة الاتحاد الإفريقي التوصل إلى تعهد إثيوبي بعدم المضي قدماً في ملء السد لمدة أسبوعين هي فترة المفاوضات الجديدة اللي تدرها لجنة من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث إلى جانب الاتحاد الإفريقي والمراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علشان يبلوروا اتفاق قانوني لما تبقى من تفاصيل يكون نهائي ويقدموه للاتحاد الأفريقي ده كان فحوى البيانات المصرية والسودانية معاً نهاردة فجئنا ببيانين مختلفين البيان الإثيوبي جاء مغيراً بعض الشيء حيث تحدث أن إثيوبيا كان من المقرر لها أن تبدأ ملء الخزان أصلاً خلال الأسبوعين القادمين وخلالهما ستستمر الأعمال الإنشائية وتكون المفاوضات قد توصلت إلى حل في القضايا العليقة إذن إثيوبيا بتقول أنها في جميع الأحوال كانت حتملة السد بعد أسبوعين بيان آخر من رئاسة الاتحاد الإفريقي بيتحدث عن المفاوضات الجديدة وأن المفاوضات هذه ستقدم بها الوفود تقرير خلال أسبوع وأن القمة ستجتمع خلال أسبوعين مرة أخرى لكن البيان لم يذكر وقف الملء وتحدث فقط وجملة كانت واضحة جداً عن تعهد الأطراف الثلاثة بالامتناع عن الإدلاء بأي بيانات أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعقيد الأمور وأن القضية الآن أصبحت في حوزة الاتحاد الإفريقي وهذا ما سيتم إبلاغه للأمم المتحدة يوم الاثنين الجاي ربما يقصد بيان الاتحاد الإفريقي أن الملء الأحادي للسد يمكن أن يندرج في جملة إجراءات تعقد الأمور فيعني هناخد حسن النية ونعتبر أنه هو ده المعنى بمناسبة بقى البيانات المعقدة للأمور نائب وزير الرأي الأثيوبي النهاردة نفى للجزيرة أي اتفاق على وقف ملء السد لمدة أسبوعين وكأن لا مصر ولا السودان كانوا موجودين أصلاً في الاجتماعات وهو كانوا موجود فيه اجتماع آخر وهما كانوا موجودين في اجتماع آخر طيب هنسيب البيانات على جمع ماذا يعني ما حدث بالأمس وما يحدث الآن وإلى أين نحن متجهون وإيه هي الشواغل المصرية والمكاسب أيضاً مصر شاركت في اجتماع الاتحاد الإفريقي بدعوة من جنوب أفريقيا بنوايا حسنة وستشارك في المفاوضات إذا تمت بنفس النوايا الحسنة المهم ألا تكون هذه البيانات المتضربة اللي ابتدت تظهر النهاردة كاشفة عن نوايا مغيرة للآخرين والمهم أيضاً أن يكون هناك ضبط الخطاب للجميع لأنه ابتدنا نسمع بقى كلام أكثر استفزازاً ومش هنرد عليه ما توصلنا إليه بالأمس طبقاً للبيانات التانية المصرية والسودانية يعني إذا كان المصريين بيتهيق لهم فأكيد السودانيين ما بيتهيق لهمش فيعني طبقاً للبيانات المصرية والسودانية يعدوا مكسباً سياسياً وديبلوماسياً حتى لو حاول البعض إنكار ذلك سطعت مصر أن تحصل على إيقاف الملء بشكل أحادي ولو مؤقتاً حتى التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة صحيح أن أثيوبيا بتقولك أنه والله أنا في كل الأحوال كنت حبدأ الملء خلال أسبوعين معلش هذا كلام للداخل والاستهلاك الداخلي لا يهمنا كثيراً المهم من نتيجة ده مش معناه أن الموضوع انتهى فهذا مكسب مرحلي وتوقف مؤقت لمدة أسبوعين فقط ولا يعني على الإطلاق التوصل لاتفاق نهائي ولا بد أن نكون حذرين في ذلك خاصة أن التصريحات ابتدت تطلع النهاردة مناقضة لكل الكلام بتاع إمبارها المكسب الآخر هو الضغط الدولي تدويل القضية القضية الآن لم تعد فقط بين الدول الثلاثة ولكن دخل مجلس الأمن معنا دخل الاتحاد الأفريقي أيضاً معنا صحيح أن المفاوضات الآن أخذت المنحة الأفريقي لأنه لما مصر حبت أنها تعقد جلسة مجلس الأمن دخلت جنوب أفريقيا وقيت لك لا أنا أولى الآن لأنه هذه دول أفريقية المنحة ده يكون لمدة أسبوعين ومصر ترحب بأي إطار من الأطر والإطار الأفريقي طبعاً مرحب بي على وجه الخصوص لكن هذا لا يعني على الإطلاق استبعاد المنحة الأممي أو استبعاد تدخل مجلس الأمن البيان المصري كان واضحاً أنه سيتم إحاطة مجلس الأمن يوم الاثنين الجاي بما تم التوصل إليه باعتباره جهة الاختصاص مصر ما تزال ترى أن مجلس الأمن هو جهة الاختصاص ولا تتنازل عن ذلك لأن الأمر بالنسبة لنا ما يزال في مصار التفاوض ولسه ما عندناش حاجة واضحة إثيوبيا في بياناتها بتؤكد أنه مجلس الأمن سنحيطه بس وأن القضية بما أنها أحيلت للاتحاد الإفريقي يجب أن تبقى في الاتحاد الإفريقي لأن إثيوبيا عايزة النقاش الإفريقي طيب ومصر ما عندهاش أي مشكلة الحقيقة في هذا الأمر لكن إثيوبيا حاولت أنها خلال الأيام الماضية أن تضغط خلال المفاوضات سواء مبارح أو سابقا أنه الأمر يبقى إفريقيا وننسى قصة مجلس الأمن دي قالص لكن مصر أصرت أنا حمشي في في التو تراكس حمشي في التراك الإفريقي وحمشي في التراك الأممي وجلسة المجلس اتأجلت من الجمعة للاتنين علشان ندي فرصة للاتحاد الإفريقي أن يبدي جهوده لم نكن نصل لهذه المرحلة لو لا إصرار مصر على الذهاب لمجلس الأمن وتحريك القضية في إطار أممي بعد تأثر المفاوضات إحنا تفاوضنا تسع سنين أو تمان سنين دخلنا أطراف أخرى زي واشنطن ثم عملنا مفاوضات أخرى والآن نحن نذهب إلى مجلس الأمن الحقيقة أنه فيه جهد ديبلوماسي مهم اتعامل سواء من الخارجية المصرية مندوبية الدائمة لمصر في الأمم المتحدة وهناك جهد عربي أيضا من المجموعة العربية التي كلفت من قبل الجامعة العربية في الاجتماع الأخير اجتماع وزراء الخارجية الأخير أنهم في مجموعة من الدول خمس دول عربية كلفت برئاسة السفير ماجد عبد الفتاح بأنها تقوم بهذا الجهد الأممي إذن عندنا جلسة مجلس الأمن وهي مهمة جدا يوم الاتنين ماذا سيحدث في هذا الأمر ده اللي حنحاول نعرفه من السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة مساء الخير يا سيد سفير سيد سفير سمعني هل سمعني يا سيد سفير سمعني سمعني يا فندم طب هو مش سمعني لو ممكن يجيبه على التليفون يا جماعة طيب لحد ما يرجع لنا سفير ماجد عبد الفتاح الحقيقة أنه الوصول لمجلس الأمن زي ما قلت لكم ما كانش سهل طبعا القضية احتاجت إلى جهد ديبلوماسي كبير أولا لأن مجلس الأمن لا يتعاطى مع القضايا قضايا المياه يعني مجلس الأمن قد كثيرا ما لا يعتبر قضايا المياه تهدد الأمن والسلم الدوليين وبالتالي قضايا المياه بعيدة عن مجلس الأمن لكن مصر أصرت على وضع هذه القضية على الأجندة لأنها بتقول أنا عندي قضية بتهدد الأمن والسلم الدوليين أيضا التجاذبات بين الدول كان فيه طبعا تجاذبات مصر وأسيوبيا دولتين تقال مصر وأسيوبيا دولتين كل دولة لها أنصارها ولها ناسها ولها من يؤيدها في دول كثيرة لا تريد لمجلس الأمن أن يتدخل في قضايا المياه لأنها بتقولك والله لو مجلس الأمن تدخل في قضايا المياه ده كده بقى حيعبث بأمور كثيرة ففي دول كثير ضد دخول مجلس الأمن في قضايا المياه إثيوبيا أيضا ما كانتش عايزة ده يوصل لمجلس الأمن وقالت يا جماعة ده نزاع فني إحنا 95% من القضايا بيننا محلولة عندنا 5% فقط من القضايا وبالتالي ده حاجة نحلها بيننا وبين بعض لكن مصر رجعت تاني وقالت لك لا هذا أمر يهدد السلم والأمن الدوليين ويهدد حياة 100 مليون مصري لأنه لتر مكعب واحد من المياه بالنسبة لنا هو الحقيقة أنه هو مهم وكل ما نريده هو التزام قانوني مكتوب لازم نحايل موقف السوداني لأنه الموقف السوداني كان مرجح جدا في الدفع لجلسة لمجلس الأمن وكان بنفس القوة بالأمس ولازم أيضا الحياة في عدد من الدول الدول كثيرة أيضا كانت داعمة الولايات المتحدة كانت داعمة جدا للموقف المصري تونس الدولة العربية التي كانت الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن أيضا كانت داعمة للمصارين الإفريقي والأممي فالحيان في دول كثيرة جدا كانت داعمة لموقف مصر شكرا